السلام عليكم شباب جمعنا هاي البيانات خلال 90 دقيقة يعني كم اتصال صار وكل اتصال اشقد الفترة ماتة شيريد مني يعني شوفوا هو هنا هسه طالب الـ بالوحدة اللي هي الـ والوحدة اللي هي الـ البيانات هاي اللي موجودة قدامكم يعني هو قعد يراقب تليفون خلال 90 دقيقة صار هاي العشر اتصالات وكل اتصال هاي الفترة اللي كان بها يعني الاتصال الاول كان 60 second شوفوا هنا هاطلك S معناها second مو minute وننتبه احنا من لازم نشتغل بالاوقات نحول الى الساعة هاي ملاحظة ننتبه له اوكي اوهنانا قايل لتسعين منت تسعين منت يعني ساعة ونص هو قاعد مراقب هذا التليفون حتى يجمع هاي البيانات هو دا يريد هسه حاليا لترافك انتينسيتي نجي اللاحظ شنو قانون لترافك انتينسيتي اوكي لهذا اليوزر لأن احنا جاي نجمع اتصالات ما الخط واحد ما اليوزر واحد فقانونها لندا في الـ هو ما منطيني بالسؤال لا لندا ولا الـ شمنطيني منطيني هاي البيانات زين اللندا هي شنية اللندا هي معدل اوكي عدد المكالمات في الساعة اوكي فاحنا شم مكالمة عدنا عدي عشر مكالمات صح هذا قانون اللندا على الفترة اللي ااني جاي اجمعها بيها اجقد جاي اجمعها خلال اجقد هاي العشر مكالمات صارت خلال تسعين دقيقة التسعين دقيقة هي شنو معناته معناته ساعة ونص اوكي معناها ساعة ونص يعني 1.5 فنقسم 10 على 1.5 يطلع لي 6.6 7 كل الهو اللندا زين اله شن حصله اله هو معدل مجموع فترة المكالمات على عددها اوكي اوكي اله هو average duration of call الaverage duration duration يعني الفترة اللي يبتم بها الكل اوكي الaverage مالتها شون اجمع الaverage اقسمها على عدد المكالمات وهذا الaverage number يعني معدل عدد المكالمات بالوحدة time يعني بالوقت اللي احنا جاي نحسبها بيه زين انا اجمع كل الاوقات هاي اللي عندي بالجدول للعشر مكالمات وقسمها على عددها رح يطلع لي 80 seconds peer call زين انا هاي ل80 seconds انا احتاجها بالhour كل الاوقات بالترافك نستخدم الhour كل شي نحاول الhour يعني اذا منطي نياب المنت احول للساعات اذا منطي نياب الثواني احول للساعات فهاي ثواني اوكي 80 ثانية للكول الواحد هذا المعدل مالتهم فشون حول للساعات تقسمها على 3600 اللي هو عدد الثواني بالساعة الوحدة اوكي او اضربه في اللندا اذا اللندا في ال H هاي كلها هي تعتبر ال H رح يطلع لي 0.14 8 airlangs احنا قلنا اول رقم يطلع لي بالترافك انتنسيتي هو الوحدة ما تا airlang شون حاوله الى CCS قلنا شون رح نحاوله الى CCS قانون ال CCS شي يقول يقول لك اضرب 36 في شنو في ال airlang الوحدة فأضربها في 36 اوكي 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 هاي ال 0.148 اضربها في 36 رح يطلع 5.33 CCS نجعل المثال الاخر هذا اللي جاي شوفوا قدامكم يقول لك we record data يعني سجلنا بيانات بهذا الجدول اللي موجود اوكي observe the activities of the signal customized line during an 8 hour يعني جمع هاي البيانات اللي اذا شوفوها انتو بالجدول قدامكم خلال 8 ساعات اوكي هاي ال 8 ساعات كانت من الساعة 9 a.m. الى الساعة 5 p.m. اوكي من التسعة a.m. الى الخمسة p.m. يقول لك find the traffic intensity during the 8 hour period يعني يريد ال traffic intensity لهذا المكالمات ها بي لهذا اليوزر خلال شنو هاي ال 8 ساعات and during busy hour انتبه لي على هاي الملاحظة during busy hour اوكي which occur between من ال 4 ل 5 يقول لك اكو وقت نسميه busy hour لو افترضنا هذا ال busy hour هو من الساعة بالاربعة للساعة بالخمسة اشلون تحسب لترفيك انتين سيتي خلال فقط هاي الفترة هس احنا اول شي خلنجي نحل نحسب لترفيك انتين سيتي من التسعة الصبح للخمسة العصر اوكي يعني 8 ساعات نجي نلاحظة هنا طبعا هذا الجدول اذا جاي تلاحظون شباب بس انتبهولي عندي 12 مكالمة كل مكالمة الساعة بيش بدت الساعة بيش انتهت اوكي والفترة ما للمكالمة لكن ننتبه فترة المكالمة منطينيها بالشنو بالمنتس اذا انت لازم تنتبه على الجدول مو معناه تلازم يتكون لك ياها بالسؤال مو شرط بس بالجدول البيانات منطيكيها منتس تحولها من للساعات السكينت هم تحولها للساعات نجي اللاحظ لترفيك انتين سيتي قانونها ثابت هو اللندا في الاتش اللندا هي شنية عدد المكالمات اللي عندي اللي هي 11 مكالمة اقسمها على جد على الفترة اللي اني استغرقت بيها وجمعت هاي البيانات اللي هي قلنا 8 ساعات من التسعة للخمسة رح يطلع لي اللندا 1.375 كل في رعا وار زين نجي على الاتش الاتش هي منين نجيبها شباب الاتش هي آني لازم اجمع الاوقات هاي واقسمها على عددها اجمع الاوقات واقسمها على عددها وهنا شم سوي جمع الاوقات طلعت لي 100 مينت اوكي من جمع هاي الاوقات لله 11 مكالمة طلعت لي 100 دقيقة اجي قسمها على عددها وبعدي نقسمها على 60 يعني كأن ما اضربها في واحد في في واحد على 60 اوكي الستين يقصد بها 60 دقيقة بالساعة حتى يحول هاي المينة الدقيقة الى ساعات فطلعت لي الاتش هي 0.1515 اوار بير كون زين هسا صار عندي الاتش جاهز وقيمته بالساعات وصار عندي اللندا كذلك جاهزة مجرد اضرب اللندا في الاتش رح يطلع لي ال traffic intensity لهذا اليوزر كذلك ارجع عيد الملاحظة الوحدة اللي تطلع من traffic intensity من هذا القانون هي direct هي airline مباشرة حتى ذا ريد احولها بال CCS مباشرة اضربها في 36 وخلنت علم في الملاحظة شباب اي سؤال يجيني على traffic intensity وريدني استنتج traffic intensity بدون ما يطلب مني رأسا اطلعها بالCCS واطلعها بالإيرلان مباشرة سواء طلب بالسؤال او ما طلب هاي حلينا المطلب الاول من السؤال اذا نجي اللاحظ المطلب الثاني يقول لي هسا نريد traffic intensity during busy hour بالbusy hour يقول اذا كانت الbusy hour between الاربعة الى الخمسة يعني من الساعة بالاربعة للساعة بالخمسة اذا تجي تلاحظ على الجدول المكالمة رقم 10 هي تبلش بالاربعة ودقيقة يعني مننا يبلش الbusy hour تنتهي بالاربعة ونص ترجع المكالمة رقم دعش تبلش بالاربعة وثمانية وثلاثين تنتهي بالاربعة وثلاثة واربعين اذا الbusy hour animal t b فقط كم مكالمة مكالمتين الbusy hour لنطانية من الاربعة للخمسة هو b فقط موجود مكالمتين ناني رح اقدر احسب لترافك انتنسي تي لهذا الbusy hour اوكي طبعا هم لازم احسب اللندا واحسب الage اللندا هو شنو هو two call per hour اوكي يعني خلال هاي الساعة هواني من الاربعة للخمسة شقد عدي من الاربعة للخمسة ساعة واحدة مو ساعة واحدة فشم اتصال بالساعة الوحدة قدي اثنين اوكي اتصالين بالساعة الواحدة زين نجي اللاحظ شباب الage شو رح يساوي الage رح يساوي لي اوكي 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 43 زايدا 5 اللي هي duration او الفترة ما للمكالمة امتين الاخيرة الفترة المكالمة رقم 10 فترتها كانت 33 و34 دقيقة والمكالمة رقم 11 5 دقائق اجمعهم وقسمهم على عدد المكالمات اوكي رح يطلع لي 19.5 minute per hour انا لازم احولها الى الساعات اوكي اذا نقسمها على 60 رح يطلع 0.325 hour per call اذا هسا صار عندي اللند اوكي اللند وصار عندي ال h اللي هو 0.325 طبعا هاي الاثنين اللي هي اللند ال call arrival rate يعني نجي نقسم نقسم عدد المكالمات على الفترة اللي هي بيها الفترة اللي هي بيها ساعة واحد واحد معناته وعدد المكالمات هنه اثنين فاثنين على واحد هو رح يصير اثنين اوكي هسا نضرب اثنين في هذا الرقم اللي هو ال H رح يطلع لي 0.65 airlines كذلك احول لل CCS اضربه في 36 يطلع لي بوحدة CCS نجي لهذا ال example شباب اللي جاي شوفو قدامكم اللي هو ال example رقم 5 اوكي يقول لي خلال ال workday يعني خلال فترة الامل و 10% هي بالشنو بال weekend يعني بأيام العطل اوكي there are 20 workdays per month عندنا 20 يوم حمل بالشهر الواحد assume that in given by 10% of traffic accuring accure during the busy hour determine the traffic intensity peer subscriber يعني اريد ال traffic intensity لكل user اوكي واريد peer busy hour in air lang اوكي شوفو انا بالسؤال محددني اريد بس بال air lang اوكي انا استنتج بال air lang و ccs لان هي بس مجرد اضرب الرقم في 36 زين تبهوا لشباب هو هنا بهذا السؤال يقول لك قدك mobile user خلال فترة الاتصالات ما لا يستغرق 500 منت لمدة 500 منت بالدقيقة اوكي 90% من عدها يستغرق ها بال workday و10% يستغرق ها بال weekend اوكي يقول لك عندي 20 يوم بالشهر هو workday اوكي و10% هو busy hour القانون ما average busy hour average busy hour usage peer subscriber يعني يعني جد busy hour لل subscriber الواحد هو القانون مالته هو minutes of users over month اوكي يعني كم شهر في factoring during workday في شغلة percentage busy hour على workday per month يعني اول شي minute of user per month يعني كم دقيقة عنده للي user كم دقيقة عنده بالشهر هو قايل لي user has 500 minutes of used per month اذا عنده 500 زين fraction during workday يعني جد يستغرق منهن بالworkday احنا جلنا جلنا عندي 90% يعني 0.9 الpercentage busy hour الpercentage busy hour يقول لي هو 10% 10% يعني 0.1 على الworkday per month يعني كم يوم عمل بالشهر الواحد انا قايل بالسؤال عندك 20 يوم عمل بالشهر الواحد اذا نحط 20 مجرد اطبق هذا القانون تطبيق مباشر رح يطلع لي 2.25 minutes of used per subscriber per busy hour زين من استنتج هالهاية هطلعت لي بال minutes تبهوا انا لازم احولها الى شنو الى hours مجرد اقسمها على 60 رح تطلع لي بال ايرلاند اوكي شباب وفي حال نريد نستنتجها بال CCS مجرد اضربها في 36 شكرا لكم شباب شكرا